هذا وأدلت وزارة الخارجية والمقتربين الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن المجاعة في قطاع غزة سياسة إسرائيلية لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وطلبت الوزارة الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن معاناة قطاع غزة من مجاعة حقيقية تهدد حياة من فيه بالموت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع